في إطار تبادل الخبرات بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات الولايات الداخلية اشترك كل من الفريق الطبي لمستشفى الحكيم عقبي بقلمة مع فريق مصلحة جراحة العظام بمستشفى بن عكنون على إجراء عدد من العمليات الجراحية المتمثلة في زراعة أعضاء الورك ومفاصل الركبة نطلقنا أمس عملية استبدال مفاصل الورك لعوش بروتيز توتال دو عوش واستبدال مفاصل الركبة بروتيز توتال دو جنو فيه مواطنين يعانيوا وممكن ما عندهمش الفرصة باش يطلعوا لزير ولا العنابة ولا القسنطينة ممكن احنا نتمنى في المستقبل ميسيون كما هذه وحدة ثانية وحدة ثالثة ومن بعد يشيروا لهم البروتاز ومن بعد ان شاء الله يقولوا يدروا البروتاز في المستشفى هذا هو الهدف انتعنا العمليات الجراحية استفد منها المرضى من مختلف الفئات العمرية ووفر على الكثيرين فكرة إجراء هذا النوع من العمليات في العيادات الخاصة إن شاء الله نعودهم بريبارو دو عيادات الميسيون بهم من نوجه المالات تعالوا إلى يدو غالما ما زيدوش يتنقلوا مدى بنا نعودوا نديروها لهم وهناك الكثير من المرضى لا يستطيعون تأمين هذه العمليات في المستشفيات الخاصة أكيد لذلك فهم استفادوا استفادة من حيث التكلفة من حيث القرب هي إذن مبادرات قد تحقق إضافات إيجابية في مستشفيات الجزائر وقفزة جديدة من أجل التكفل الأمثل بالمرضى ترجمة نانسي قنقر